اسمحيلي كده أسألك يعني إمتى عرفتي أن حبيبة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بكف البصر وإحساسك ساعتها كان إيه؟ حبيبة البنت الأولى عندي الحمد لله ربنا كرمني بيه على طول بعد الجواز حقيقة الاكتشاف مش ما كانش في المستشفى ولا كان الدكتور هو اللي عرفه خالص أنا خرقت عادي جدا وقضينا أول شهر وتاني شهر مع أن أنا بنعمل مدعبة عادية خالص مع حبيبة فبدأ الكل بما فيهم أنا أن نلاحظ أن حبيبة النظر مش طبيعي كتفل في سنة يعني أول شهرين حالاتك بنتشتعرف أي حاجة خالص خالص هي كانت الكبيرة عندي وكان سني أنا مش أكبر حاجة يعني كانت تقريبا 24 سنة فلسه خبرتك وليلا شوية بالضبط وده اللي أنا عايزة أوصله فعلا فأنا ما كنتش فهمة بس أدركت ده مع أول شهر لما عدى فبدأت الرحلة من هنا بقى وكل ده أنا ما اعترفتش أني فيه كف بصري خالص فيه مشكلة وهنروح وفعلا مع أول دكتور زورته اتقال لي كده مباشر حبيبة كفيفة أنا كنت في حالة صعبة جدا لدرجة أن أنا كذبته هو مش مختنع علي السبب خالص أكيد فيه حاجة غلط في الموضوع وده مش أشطر حده وده وكنت يعني حقيقة ساعتها الدموع ما نزلتش أنا كنت في حالة هسترية ده ما بيفهمش هو اللي غلط وهما عملين يهدوا فيه وأنا كلام 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 أنا فاكرة الحالة مش فاكرة اللي أنا قلته فاكرة الحالة أني أنا مش قادرة أصدق اللي هو قاله ولا حط عيطة ساعتها تمام وابتدت الرحلة من هنا بقى دكتور في دكتور في أشعة في تحاليل طويلة خاصة أن أنا كنت دايما مكدبة الموقف أني مفيش حالة وراسية ومفيش حالة في العيلة فبالنسبة لي أكيد في حاجة غلط خلاص بقى يعني كده حبيبة دي كانت أول حالة في العيلة في العيلة كلها حتى باباها مش قريبي تمام فعشان كده كنت دايما مكدبة أني أكيد في حاجة غلط خلاص أنا عادت الرحلة كلها وصلت أني حبيبة خلاص كفيفة هي دي بقى كتاللحظة لحظة صعبة طبعا طبعا دي كانت من أصعب اللحظات اللي مرت فيها وقتها وكانت يمكن دي كانت فعلا يعني هي دي اللحظة المؤثرة بالنسبة لي أنا مش قادرة أوصفها تاني دلوقتي ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها ربنا يبارك فيك ويحفظها أنا مش هسرد في اللحظة وحشتها بس أنا هقول الحلوة بعديها إنه لما عرفت خلاص إن دي اللحظة إن حبيبة كفيفة ومش هتشوف تاني خدت وقت أكيد كل حاجة ما جاتش في لحظتها خدت وقت بس كان كل هدفي بقى أنا هعمل إيه مع حبيبة تمام مش بقى هوادي فين حبيبة أو هرميها فين هتتعامل إزاي مع الموقف الصعب ده بدأت بقى رحلتي أنا البحث أنا طبعا ده أنا مش هكذب عن ناس أنا ما عنديش حد كفيف ومعرفش عن إيه كفيف البحث فمعندكش أي خبرة في التعامل مع الأمر ده خالص يعني خالص خالص وبصراحة أكتر ولا حتى تعاملت مع حد كفيف قابلني في الشارع بالصدفة قابلني البحث بقى هو ده كان خطتي تمام بدأت بالبحث إزاي يعلم حبيبة عرفت طريقة برايل عرفت حتى لويس برايل أصلا قصته إيه ما شاء الله سبب أصلا القصة بتاعت المصمار وإنه قاعد يخرم عشان نعمل الخلية بدأت أعملها بالمكعبات ما شاء الله فهي كتالخلية عبارة عن ست نقط وبنعملها بالمكعبات بقى تقعد حبيبة جنبي ونيجي بقى للحظة الحلوة إن أنا عايزة بقى أقولها للناس إن هي دي الهدية بقى هي دي النعمة ما شاء الله يعني الموضوع اتقلب معي خالص أنا ما عشتش حياتي كلها بعيط على اللي هي رب بديتني حبيبة مع كل مرحلة أنا باعديها بحبيبة وكرم ربنا الزيادة علي بسبب حبيبة في وجودها في حياتنا حضرتك كان عندك رضا تام باللي ربنا قدروا عليك جدا وكان هو اللي ميسر للطريق أنا بكتهد وبسعى بس فضل ربنا وفعلا ده اللي حصل لي كل مرحلة أنا مش هفتكرها بتفاصيلها أنا عملت إيه أنا بقيت حاسة هو أنا إزاي عملت ده ربنا توفيق ربنا لك آه إزاي علمت أكل علمت حياة علمت ثقة علمت كل ده أنا ما شاء الله بعلم من الحاجة ليه نفسي أقولها قوي للناس أنا مش عارفة يعني نفسي يعملوها زي بالظبط يعني دي بجد الحاجة اللي أنا دلوقتي كل الناس بتقولها لي حبيبة أنا تعاملت معها مش كفيفة يا سلام حبيبة تعاملت معها زيها زي إخوتها آه كتأصعب اللحظات طبعا ما أقدرش أنكرها الحركة لحد الوقت هدي من أصعب الحركات معانا موضوع الحركة والتنقل الخارجي لكن إحنا حياتنا في بيوتنا عند قريبنا في بيتنا وما فيش أي مشكلة مع حبيبة ولا أي خلاص يا بتعرف التعامل لوحدها كويسة جدا جدا أنا بس الحركة الخارجية ودي مش هقدر أخفيها لأن دا اللي هيقابل كل حد عنده حد كفيف بالذات أنا بتكلم عن إعاقة البصرية خصوصا أن تتربى أن هي عادي وده اللي أنا لعبته مع حبيبة بفضل الله تعالى فبالتالي حبيبة دلوقتي ما عنداش أي مشكلة ولا أزمة إنها كفيفة بل بالعكس هي عارفة أنه خير ونعمة وأن في الآخر إحنا هنلاقيه وإن شاء الله هنتلزز بالنظر بقى لرسولنا الكريم